كمي قناة الشروق نيوز أهلا بكم وهذه جولة سريعة على مختلف الصحف الوطنية والعربية للإطلاع على أهم وأبرز المواضيع المختارة لنهار اليوم والبداية بيومية أشروق لنهار اليوم التي عنوانت صفحتها الأولى بمختلف المواضيع أبرزها عنوانت جريدة أشروق لنهار اليوم صدر صفحتها غارقون في مستنقع غزة وإهود باراك يهاجم ناتانياهو ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة حماس لم تهزم وفي إسرائيل بؤس ويأس وشعور بأن عودة الرهائن أخذ في الترجع هذه مخاطر القتال في غزة ولبنان والظفة الغربية ونحن نسير نحو الهاوية تطالعون على صدر الصفحة الأولى في موضوع آخر زمن إفلات الصهاينة من العقاب قد أولى ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشدد على دعم حركة عدم الانحياز للقضيات الفلسطينية عادت جريدة شروق أعلى الصفحة الأولى إلى موضوع آخر وكتبت هكذا تحولت أناد إلى محمية للتوظيف بالمعرفة وفي الرياضة كتبت بالماضي لقاء بورك نفسه ليس مصريا ومطالبون بالتدارك أين تجرى المقابلة أقول ظهرت اليوم وفي الساعة الثالثة زوالا تحديدا كما عادت اليومية أسفل الصفحة الأولى في مواضيع متفرقة جاءت كالتالي عزلة غير مسبوقة للنظام المغربي في المنطقة المغاربية والاستراد للسيراميك والرخام من الخارج وتسع نقابات تربوية تشترط المشاركة في إثراء النظام التعويضي بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تطالعونها ضمن جريدة الشروق لنهار اليوم نبقى وإياكم ضمن يومية الشروق واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنونا كالتالي زمن إفلات الصهاين من العقاب قد ول ورئيس الجمهورية يشدد على دعم عدم الانحياز للقضية الفلسطينية أين دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق وتغليب منطق القانون بما في ذلك في وجه آلة الضمار للصهيوني أو الضمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة مشددا على أن الإبادة الجماعية في غزة مثال على إخفاق المجتمع الدولي في فرض ضوابط على الجميع دون انتقاء وأن زمن التلاعب أو عفوا وأن زمن التلاعب قد ول وأضف رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها الوزير الأول نذير عربوي بمناسبة عقاد القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز الجارية أشغالها بالعاصمة الأوغندية أن حرب الإبادة الجماعية والممارسات الإنسانية لجدود الاحتلاث ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضع خاصة بقطاع غزة على مرأة ومسمع من العالم أجمع مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز حيث يضرب الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط ويفرض الانصياع لقرارات أو يرفض الانصياع لقرارات المجلس أو مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام دون أن ننسى مختلف النقاط التي تأتيكم ضمن هذا المقال الذي اخترناه من جريدة الشروق لنهار اليوم إلى مقال آخر وعنونا كالتالي النفط الجزائري الأغلى عالميا جراء توترات البحر الأحمر أين سجل النفط الخام الجزائري صعودا لافتا في قيمته التسويقية منذ بداية العام الجاري جعلت منه الأغلى في العالم للأسبوع المنقضي بين جميع الخامات وجاء ذلك في ظل توترات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين على سفن الكيان الصهيوني وضربات المضادة من التحالف الأمريكي البريطاني وكما هو معلوم فإن النفط الجزائري الخام المعروف بتسمية سحارة بلاند عادة ما يكون سعره قريبا من خام مزيج بلاند لبحر الشمال ويكون إما أقل منه سعرا أو على أو أعلى بقليل ومن ميزاته حسب أحد الكوادر السابقة بصنط راك أنه خفيف ودون نوعية ممتازة تطرق هذا المقال إلى عديد النقاط تطلعونه ضمن جريدة الشروق لنهار اليوم من يومية الشروق إلى جريدة النصر التي عنونت صفحتها الأولى هي الأخرى بمواضيع متعددة ومتنوعة كتبت في الرياضة الخضر للطمأنة ورد الاعتبار والجزائر بورك نفاص اليوم ببواكي على الساعة الثالثة زوالا تطلعون أعلى صدر الصفحة الأولى الجزائر تلتزم بالدفاع عن قيم عدم الانحياز في مجلس الأمن ورئيس تبون يؤكد في كلمة ألقاها الوزير الأول في القمة التاسعة عشر للحركة بكامبلا على ما جاء في العنوان وتطلعون في المقال عديد النقاط ضمن اليوم عادت جريدة النصر لنهار اليوم أعلى الصفحة الأولى إلى مسابقة التوظيف للأساتذة الجامعيين والمساعدين والاستشفائيين التي تفتح قريبا حسب وزير التعليم العالي كمال بداري الذي أكد على ما جاء في العنوان وتقرؤون أسفل الصفحة الأولى في عنوان رئيسي توزيع 2.1 مليون قنطار من الحبوب مجانا على الفلاحين المتضررين هذا ما أكده شرفة في هذا المقال تطالعون عديد النقاط تأتيكم ضمن يومية النصر لنهار اليوم دون أن ننسى مختلف المواضيع في الصحة والطربي والثقاف والمجتمع وغيرها من يومية النصر إلى جريدة أخبار اليوم التي عنوانت صدر صفحتها بموضوع رياضي وكتبت اللقاء شبه مصيري للخضر أمام بوركنا فصو هذا السبت أو اليوم ونكون أو لا نكون بينما يقول بالماضي جاهزون لتحقيق الفوز عادت جريدة أخبار اليوم أعلى صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت الرئيس يرافع للقضية الفلسطينية أين طالب دول عدم الانحياز بإعلاء صوت الحق ويقول هكذا تحولت غزة إلى أخطر مكان في العالم للأطفال عادت جريدة أخبار اليوم في مواضيع متفرقة أسفل الصفحة الأولى وكتبت شعيب أولتاش أمام القضاء متهم باغتيال علي تونسي حسب ما جاء في جريدة أخبار اليوم وفي موضوع آخر حرث 2.6 مليون هكتار خلال الموسم الجاري المساحات الزراعية المخصصة لإنتاج الحبوب وكتبت على الهامش الأيمن في مواضيع متفرقة أبرزها هدم البنايات لا يتم إلا بدراسة الملف والجزائر سفيرة الأمن والسلام بمنطقة الساحل بينما يقول العقاب أو يدعو العقاب إلى الحكمة والعقلانية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي دون أن ننسى مختلف المواضيع التي تطلعونها ضمن جريدة أخبار اليوم لهذا اليوم إلى جريدة الجمهورية التي كتبت بالبونط العريض الذروة تتلاشى وتراجع الإصابات بالإنفلوانزة وذاء التهاب القصيبات لدى الأطفال أطباء وصيادلة يؤكدون على أهمية التطعيم على مدار السنة عادت جريدة الجمهورية أعلى الصفحة الأولى وكتبت المساهمة في تشكيل معالم نظام دولي جديد يكون حافظا لقيم الإنسانية ورئيس الجمهورية يؤكد في كلمة ألقاها أحمد عطاف للقمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز بأوغندا ما جاء في العنوان وكتبت وزير الاتصال من تونس الدعوة إلى التعامل مع الذكى الاصطناعي بحكمة بينما كتبت أسفل الصفحة الأولى في مواضع مختلفة في المجتمع أو في الأدب كتبت واقع الأدب النسوي في الجزائر في النادي الأدب بينما كتبت في الرياضة الخضر لاستعادة نغمة النصر والجزائر بورك نافسو اليوم ابتتاء من السعاء الثالثة زوالا من جريدة الجمهورية إلى يومية المشوار السياسي التي كتبت رئيس الجمهورية دعا دول عدم الانحياز لمرافعة جماعية ضد الصهاين وزمن اللاعقاب واللاحساب قد ول يجب تنسيق الجهود لبناء منظومة دولية عادلة عادت جريدة المشوار السياسي على صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت الجزائر الجديدة مبنية على رؤية تشاركية وبغالي يشدد على الدور الحيوي للبلدية ويؤكد على ما جاء في العنوان وكتبت في الرياضة الخضر يتحدون الخيول في أقصى الظروف ولا بديل على الفوز اليوم بإذن الله كما كتبت أسفل الصفحة الأولى الاحتلال الصهيوني يعزل غزة عن العالم لا اتصالات ولا أنترنت في القطاع لليوم الثامن على التوالي كما كتبت في مواضيع متفرقة مسابقة توظيف الجامعات قريبا وفتح ألفين منصب شغل سنة ألفين وأربع وعشرين دون أن ننسى مختلف المواضيع المتفرقة التي تطلعونها ضمن جريدة المشوار السياسي لنهار اليوم من يومية المشوار السياسي إلى جريدة السلام التي كتبت هي الأخرى في مواضيع مختلفة جاءت كالتالي رئيس الجمهورية يدعو إلى بناء منظومة دولية عادلة في القمة التاسع عشر لحركة عدم الانحياز بينما كتبت في مواضيع أخرى الجزائر سفيرة للأمن والسلام في منطقة الساحل والمجالس المنتخبة تفتقر لأدنى الصلاحيات كما تطلعون أسفل الصفحة الأولى في مواضيع متفرقة تطلعونها ضمن جريدة السلام لنهار اليوم من الصحافة الوطنية إلى الجرائد العربية والبداية بجريدة الشرق الأوسط التي كتبت باكستان وإيران تتبادلان الصفر بعد الضربات وإسلام أباد حظت أقول طهران على تعاون أوثق في القضايا الأمنية الدولة تفاقم التباعد بين بايدن وناطنياهو ومواجهات في الضفة كتبت جريدة الشرق الأوسط في موضوع آخر شارلز يستبعد أندرو هاري من مستشار الدولة وفي ليبيا كتبت الدبيبة يلجأ إلى الأمن الداخلي لحماية حقول النفط الليبية تصعيد تركي في شمال سوريا حسب ما كتبته جريدة الشرق الأوسط لنهار اليوم دون أن ننسى مختلف المواضيع العربية والإقليمية التي تطالعونها ضمن جريدة الشرق الأوسط لنهار اليوم إلى جريدة القدس العربي وهذه أبرز العنوين الرئيسة التي تطالعونها ضمن اليومية طول كرام تأنه بعد اقتحام كأنه زلزال شهداء ومعتقلون ومداهمة ألف منزل في غزة دائما مجازر وتوغلات إسرائيلية وطفل يولد كل عشر دقائق عشرات الشهداء وعمليات ولادة قيصرية لنساء حوامل متوفيات للأسف الشديد تطالعون مختلف المواضيع تأتيكم ضمن جريدة القدس العربي لنهار اليوم إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم كانت هذه أبرز العنوين المختارة من مختلف الصحف الوطنية والعربية لنهار اليوم شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر